عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً مع وزيرة البيئة لاستعراض نتائج مشاركة مصر في مؤتمر المناخ بدبي قاب توني ايت وعدد من ملافات العمل الأخرى وشهد الاجتماع استعراض الفرص لاستثمارية البيئية القائمة بالفعل والتي يتم دراستها فضلاً عن الاستثمارات في قطاع المخلفات حيث هناك العديد من المشروعات قيد الإنشاء ومنها مشروع تدوير إطارات السيارات المستعملة وانتاج الجرافين من غاز الميثان الناتج من مدافل المخلفات البلدية الصلبة وكذلك انتاج الأخشاب من المخلفات الزراعية وإيضاً مشروعات المعالجة الميكانيكية البيولوجية للمخلفات الصلبة البلدية وانتاج الطاقة الكهربائية والوقود البديل لمصانع الأسمنت من الحماة الناتجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحية ترجمة نانسي قنقر